سلام عليكم يا صبايا كيف حالكم؟ إن شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين هعمل معاكم اليوم أكلة لذيذة جدا وهي الفصولة الخضرة أنا كتير بحب هاي الأكلة يعني عامة أنا وأولادي بنحب الأكل الطبيخي الأحمر يعني المسبك فبعملوا الطريقة لذيذة جدا تابعوا معايا الفيديو واحتروا للآخر وبس طبعا ما تنسوني من لايكاتكم وتفعلكم مع الفيديو ودعموني أكتر يا بنات في اللايكات لأنه اللايك هو اللي بيخلي الفيديو يطلع ويرجحوا اليوتيوب لناس كتير فحبايا بتحضروا أنتوا بس كتير بتنسوا أنكم تحطوا اللايك رجاء أول ما يبدأ الفيديو حطوا اللايك عشان ما تنسوا وهيك بيكون أنا كتير ممنونة لكم بالبداية هنا أنا استخدمت اللحمة الحمرة أو قطع من اللحمة الحمرة قطعتها هيك بالشكل اللي أنتوا شايفين وهذا طبعا قطعة اللحمة تحكمي فيها زي ما أنت حابة سواء بديك تزغري أكتر من هيك أو تكبري بالبداية حطت معلجة سمنة ومعلجة زيت على النار يعني شوية زيت كمان على النار وأنا عامة بحب أطبخ بالسمنة والزيت مع بعض بس بحط يعني معلجة سمنة صغيرة اللي تنكيه لي طعم الأكلة وبعدين هحط بصلة مقطعة مكعبات وكمان حطيت معاهم تلت دروس أو أربع دروس من التوم المهروس بعد ما حط البصل بحطهم مباشرة من التوم وبجلبوا معاهم وبعدين بنزل بقطع اللحمة وبظلني أجلب فيهم لغاية ما تتشمع اللحمة وتصير شكلها ولونها أبيض هلجيت طبعا مش هنسلق اللحمة لأ أنا هنا قطعت الفصولة الخضرة بعد ما غسلتها وصفيتها حطيتها مع اللحمة وحطيت عليهم معلجة كمون وخليتهم على النار يدبلوا شوية في الوقت هذا يا بنات أنا عندي كان كمية طماطم أو بندورة كبيرة يعني تقريبا رطل فحكيت بالمرة لأنها كانت عندها يعني استوت كتير أو دابت فحطيتها على النار كلهم هيك بقطع حبة البندورة وبحطها على النار في حلة وما بحط عليها مية وبوطع عليها النار على الآخر لعند ما أحس أنه حبة الطماطم استوت بعدين بروح خلطها بالهند بلندر وبعدين بصفيه بالشكل هذا إذا ما بتكم تعملوا يعني الحكاية هادي ممكن تحطوا بشاف الخلاط نقصه أو أكثر من نصه من الطماطم وتحطوا عليه ربع الشاف من الماء وتخلطوا بالخلاط وتصفوه بعدين بتنزله بالطماطم بدنا الحين إحنا نحطها على الفصولية الخضرة بعد ما تدبلت شوي لسه محتفظة في لونها وفي قيمها الغذائية فأنا بعرف كتير في ناس بسلقوها الأول لأ هيك بروح كل القيم الغذائية في المية تاعت السلق وبعدين بكبوا المية عنها وهيك غلط فلا أنا هنا بحطها مع اللحمة وبعدين بحط عليها شافل طماطم والفصولية مع بعض وبحط عليهم معلقة تكمون وبسكر عليهم حالة الضغط بخلي الفصولية تستوي مع اللحمة بصوص الطماطم وتاخد الفصولية من طعم اللحمة الزاكي إخواننا في مصر شو بعملوا بسلقوا اللحمة وبعدين بياخدوا منها وبصيروا يحطوا على الفصولية اللي مجلبة ببصل وهيك يعني بخففوا الفصولية بالشربة لا أنا هنا بحب إنه يستوي مع بعضه كله وبعدين بعد ما أفتح الحلة بعد مرور نص ساعة بعد ما تصفر الحلة هيك بكون استور عفوا للفصولية واللحمة وبعدين بحسها مسبكة على الآخر بصير بغلي ميا وبصير أضيف شوية شوية زي ما انتم شايفين يعني بضيف شوية وبحرك لغاية ما شوف القوامل اللي أنا بديها لأنه أنا بحب الطبخ الأحمر يكون مسبك كتير ويكون صوص الطماطم فيه لونه أحمر جدا يعني عشان تكون الأكلة مسبكة يعني ما تحطوا لها سوائل من الأول كتير لا أنا بحط شاف خلاط من الطماطم وبعدين بعد ما تستوي الخضرة وتنزل ميتها لأنه أكيد الخضرة فيها مي فهتنزل ميتها وهيعلى شوية منصوب المي فخلاص ساعتها أنا بحط المي اللي أنا شايفها مناسبة خلتها تغلي شوية على النار وبعدين خلاص حطت لها ملح وفلفل أسود ما بحط غير ملح وفلفل أسود وبتركها على النار شوي وبعدين بغرفها بالشكل اللي انتو شايفين وهذا بتكون مسبكة ولذيذة وعملت معها رز بشعرية ممكن تعملوا كمان رز يعني حبة وحبة بتطلع بتجنن وطعم الفصولية لحمة وطعمها زاكي جدا جدا للصبايا اللي حابين مثلا ما يحطوا لحمة ممكن تحطوا قطع دجاج أو قطع حبش بس ساعتها ما بينفع أبدا إنكوا تحطوها مع الفصولية لإنه هتستوي وتدوب معاكم ساعتها قلبوا قطع اللحمة البيضة في البصل والتوم وبعدين طلعوهم وحطوا الفصولية على البصل وقلبوها وحطوا سوس الطماطم تستوي الفصولية على الآخر بعدين بتحطوا وترجعوا قطع الجاج وبتكملوا نفس المقادير والخطوات اللي أنا عملتها هيك بيكون معانا طبيق الفصولية طعمه بجنن ولا أشها من هيك بجنن هاي الأكل أنا في الشتة كتير بحب الطبخ الأحمر بتحطوا مع فجل جرجير زيتون إخيار مخلل والشغلات اللي أنتو حابينها وكانت طبختنا اليوم للفصولية الخضرة صارت جاهزة معاكم طلبتها مني أكتر من صبية كذا مرة هي والفصولية البيضة فلما طبختها صورت هيك فيديو سريع وهك كان الفيديو لليوم إذا حبتو حطوا لي لايك حبايبي وما تدخلوا علي باللايكات زي ما بحكي لكم وشدوا حيلكم معايا عشان ترجع للقناة صح صح فيكم شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم ومع السلامة